اهلا بقى احلى واجمل متابعين في الدنيا ازايكو يا حبيبي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا نهاردا ان شاء الله هنعمل مع بعض الصندوشات الجميلة دي شايفين شكلها جميل ازاي سهلة جدا وقميتها الغذائية عالية جدا سواء في الحشوة او في العجينة هنشوف مع بعض ازاي هي قميتها الغذائية عالية شايفين شكلها في منتهى الطعامة مهما انقلت مش هقدر اوصفلكو بجد جمالها ومن غير حلفان ولا كلام كتير لازم تدخلوا تشوفوا الوصفة وتجربوها وتقولولي رأيوكم في الكومنتات بجد هتعجبكو جدا انا واسقة من كده حلوة اوي للفطار الصبح اوي للصندوشات كمان للعاشة حلوة جدا بدل ما كل يوم بنحتار هنتعشة ايه لأ دي حلوة جدا وكمان بنحتار في صندوشات المدرسة دي صندوشات جاهزة وجميلة ومغزية جدا يلا ندخل نشوفها تتعامل ازاي هننزل بكوباية من اللبن الحليب الدافي في بولة كبيرة وعليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهنقلب كويس وهنسيبهم خمس دقايق علشان الخميرة تشتغل طبعا هنغطي عليهم وده الشكل بعد الخمس دقايق هنقلبهم وهننزل عليهم ببيضة كاملة وربع كوباية من الزيت النباتي وهنقلب كويس لغاية ما الخليط يمتزج مع بعض وهننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق المنخول دقيق لجميع الأغراض يعني لجميع الاستخدامات جالي سؤال قبل كده وقالي يعني ايه دقيق لجميع الأغراض يعني لجميع الاستخدامات يعني نقدر نستخدمه في المعجنات والحلويات واي حاجة بنعملها بالدقيق الدقيق ده ينفع جدا لكل حاجة هنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح وهنضيف باقي الكمية طبعا بنضيف الدقيق حبة حبة لأن نوعيات الدقيق بتختلف لامتصاصها للسويل فهنضيف الدقيق حبة حبة ونشوف هنستخدم الكمية كلها ولا لا طبعا لو انا ضفت الكمية كلها طبعا لو دقيق شرب السويل كلها هنضيف لبن دافي تاني لكن لو الدقيق ما شبش السويل هنضطر ان احنا نضيف دقيق تاني تمام كده بس طبعا بنضيف واحدة واحدة سواء الدقيق او السويل اللي هنضيفها بنضيفها واحدة واحدة هنبتدي نعجن كويس جدا زي ما شايفين بعد العجن الكويس جدا ملمس العجينة اتغير ازاي ومن نجاح اي نوع من المعجنات او المخبوزات هو العجن الكويس وهغطيها زي ما احنا شايفين كده وهحطها في مكان ضلمة واسبها تخمر هحط عليها فوطة كمان وهحطها في فرن البوتجاز عشان لو نور المطبخ مفتوح تبقى برضو في مكان ضلمة اكتر هسيبها لغاية ما تخمر وعلى بال ما تخمر هنجهز الحشوة في توسع على النار حطيت مادة دهنية هبتدي بقى انزل بـ 250 جرام من اللحمة المفرومة وهسيبها كده على النار لغاية ما لونها الاحمر ده يختفي وتاخد اللون بتاع بداية السوى زي ما شايفين كده هبتدي انزل عليها ببصلاية متقطع قطع صغيرة وهقلب كويس كمان هضف لها يعني نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسمر بس مش هضيف اي حاجة تاني هسيبها على النار كده لغاية ما تستوي هغطيها وهسيبها لغاية ما تستوي بس طبعا ههدي النار عليها ومن وقت للتاني هقلب فيها تقليبة بسيطة خالص الملح ده هحطه في الآخر وفي الآخر اهو بعد لما استوت هحط الملح طبعا الملح حسب الرغبة وهبتدي اقلب هسيبها دقيقة واحدة بس على النار علشان الملح يتجانس معيها وتتملح كويس وبعدين هطف البتجاز وكده تبقى خلصت هنشوف بقى هنعمل فيها ايه تاني وبعد لما بردت هبتدي نزلها في بولة كده علشان هضيف عليها اضافات دلوقتي هضيف عليها فلفل احمر متقطع صغير جدا وكمان فلفل اغضر انا ما ضفتش الفلفل وهي على النار عشان انا عايزة الفلفل يبقى صحيح كده عايزة حس بتعمه اه وانا باكل الصندويتش يبقى طعم الفلفل باين ما يبقاش دابلان وطعمه مش باين لو حطته في الاول هنزل كمان بجبنة متزرلة تقدر تضيفي جبنة شيدر حسب الموجود عندك وهقلب كويس كل المكونات دي مع بعض هنضيفي جبنة كلها طبعا تقدر يتقليلي او تزويدي حسب الرغبة كده اصبحت الحشوة عندي جهزة هركينها على جنب وطبعا خلاص كده العجينة بتاعتنا اختمرت زي ما شايفين حجمها تضاعف ازاي هنشيل البلاستة من عليها وهنبتدي بقى نهبطها بالشكل ده وبعد كده هنقطعها الرخيمة طبعا بتاعتنا نضيفة مقصولة كويس ومتنشفة هنبتدي نقطع العجينة كور صغيرة كده كل كورة على قد صندويتش هنعملها بدفس الشكل كده سواء على قدينة هنكورها على قدينة او هنكورها على الرخيمة بالشكل ده وعلى الرخيمة طبعا بتبقى احسن واسرع الكمية دي اللي هي كوبايتين دي عملت لنا 14 صندويتش يعني يعتبر كمية كويسة طبعا حابين انه تزودوا الكمية طبعا تقدروا تزودوها بمنتهى السهولة هتضعفوا الكمية هبتدي اخد كورة كورة وافردها كده على الرخيمة بمنتهى السهولة مش محتاجة نشابة ولا محتاجة اي حاجة ولا حتى ارش ديء على الرخيمة بعد ما وصلت للحجم ده هبتدي بقى احط الحشوة اللي احنا عملناها وهبتدي اقفل على العجينة بالشكل ده خلي بالنا ان احنا نقفل كويس علشان الصندويتش مايفكش من تحت هنقفل كويس قوي من تحت وهنحطه على الرخيمة ونضغط عليه ضغطة بسيطة كده وفي سوق انا جبت سوق وحطيت فيه ورق زبدة وحطيت دهنته بالزيد هبتدي بقى كل صندويتش هخلصه وهرسه في السوق زي ما شايفين طريقته سهلة جدا 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 مش محتاجة اي حاجة بمنتهى السهولة بتفردي وتحشي وبمنتهى السهولة كمان بتقفلي بتقفلي كويس يعني طريقتها سهلة جدا بجد يعني حاجة في منتهى الجمال وسهلة ومش هتحيرك ومش هتتعبك وبالعكس لو جربتيها الاول مرة هتنجح معيك ودي اخر كمية معايا فردتهم كلهم مرة واحدة اهم وحشيهم كمان كلهم مرة واحدة بتدي اقفل عليهم كمان وحطوهم في السوق زي ما قلتلكم ورستهم اعملتهم كلهم ورستهم واحدة واحدة في السوق بعد كده هجيب صفار بيضة وعليهم علاقتين من اللبن وهضيف عليهم يعني حاجة بسيطة جدا من الناس كافي وهقلبهم كويس جدا وهتم بيهم وش السندوشات زي ما شايفين طبعا انا مشغالة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220 والفرن سخن جدا هبتدي دلوقتي ارش بقى سمسم بعد لما دهنت الوش كله هرش سمسم على الوش السندوشات كلها وزي ما قلتلكم الفرن دلوقتي سخن جدا هدخل بقى الفطاير في الرف اللي في النص على درجة حرارة 240 والفرن شغال من تحت بس وما اخدتش وقت في الفرن خالص وده شكلها بعد لما طلع شايفين شكلها في منتج جميل طبعا زي ما دايما بقول لكم في المعجنات كلها دي البخاخة اللي انا بروش بيها اي معجنات بعملها او مخبوزات علشان تفضل طرية هرشها بالمية كده هبخها كده بخات بسيطة وخطيها فوتت مطبخ نضيفة واسبها 10 دقايق لغاية ما تفضل طرية وتفضل جميلة وده شكلها بعد العشر دقايق شايفين طرية جدا ازاي وهشة جدا وطرية وبجد النتيجة في منتهى الروعة بجد انصحكم انكم تجربوها كمان السوا بتاعها جميل ازاي شايفين شكلها حلو جدا اتمنى انكم تجربوا الصندوشات بتاعت النهاردة تعملوها للولاد هتعجبهم جدا جدا هيقولولكم عملولنا صندوشات كل يوم للمدرسة بالشكل ده كمان العشر حلو جدا اتمنى انكم تجربوها اتمنى كمان لو ما اشتركش في القناة ينسي ليعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل لاشعار بكل جديد وما تنسوش اللايك دايما بقول لكم وما تنسوش اللايكو اللايكو شير